يخطط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لفرض رسوم جمولوجية مرتفعة للضغط على أوروبا وأمريكا ودفعها لإبرائم اتفاقيات تجارية مع بلاده وذكرت صحيفة تايمز أن جونسون وحكومته ناقشوا استخدام التعريفات الجمولوجية كوسيلة ضغطا في محاولة للتعجيل بالمحادثات التجارية خلال اجتماع هذا الأسبوع ما قد يسفر عن فرض ضرائب تبلغ 30% على بعض أنواع الجبن الفرنسي و10% على السيارات الألمانية